شهدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم إطلاق مبادرة لتأهل الكوادر الفنية بناء الإنسان نحو مستقبل الصناعة الوطنية وذلك خلال فعاليات افتتاح أكاديمية ويلبوند الدولية للتدريب وأكدت وزيرة الهجرة في كلمتها أن من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 هي الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مشيرة إلى أن المثال على ذلك هو ما نشهده اليوم بإطلاق أكاديمية ويلبوند لتدريب العمالة المصرية حرفيا مشيرة إلى أن التدريب سيشمل تأهيل الشباب على أخلاقيات العمل وأدابه ليخرج الشباب مؤهلا سواء للعمل في مصر أو بالخارج